اللي حرك القطعة هاي هو فيصل اللي حالياً بعيد عني 1400 وشوي يكو زيادة كيلومتر هذا اللوح هو اللوح سكوير آف الذكي اللي بيسمح لإلي وفيصل هاي فيصل انه نقدر نلعب سوى بنفس الوقت باستخدام لوح حقيقي وليس باستخدام شاشة في هالفيديو راح نشوف نهاية الجيم هاي كيف راح تصير خليكم معنا هذا اللوح هو لوح سكوير آف الذكي اللي بيملك محركات اثنين موجودين فيه من الداخل واحد فيهم بيتحرك بشكل افقي والثاني بيتحرك بشكل بالعرض خلينا نحكي على اساس انه محرك واحد يقدر انه يتحكم بكل القطع اللي موجودة اللوح نفسه من الخشب وكل القطع ايضا تأتي من الخشب ولكن في عليها مغناطيس من الاسفل اللي بيسمح للمحرك انه لما يتكهرب او يصير فيه طاقة كهربائية نفسه يمر عليه تيار انه يحرك القطع نفسها ويلقطها ويحركها الى مكان ثاني اللوح يأتي بمقاسين المقاس اللي انتو شايفينه عندي هو الكنجدوم ست او اللوح اللي بالمقاس الكبير اللي في عندنا منع الجنب او جنب الجرد نفسه تعشى طرنج منطقتين مخصصة لالامور اللي انت تأخذها من خصمك اللوح اللي عند فيصل يأتي بعض الخصائص المختلفة حكينا عن اللوح اللي عندك فيصل اللوح اللي عندي نفس الشي يكون مربع بيرفكت ممتاز كامل المربع بمقاساته وكل حاجة ويكون الكهرباء هي الشي الوحيدة والاسلوب الوحيدة اللي تشغيله الوزن شوية ثقيل من ناحيتي اشوفه ولكن نفس الشي انتصال عن طريق البلويتوث في الجوال والامكانيات حقته جيدة جداً بالنسبة لتطبيق الجوال التطبيق المتصل في اللوح هو الشي اللي بيعمل كوسيط ما بيني حالياً وما بين فيصل فكل المعلومات اللي انا بعملها كل حركة بسويها على اللوح بتنبعت للتطبيق مباشرة بيتصل مع تطبيق او اللي عند او من جهة فيصل على اساس انه يقوله انه صلاح حرك في هاي لحظة جندي من جي اثنين الى جي ثلاث وبالتالي اللوح اللي عنده بيحرك القطعة الى نفس هذا المكان وهذا واحد من الخيارات اللي بتقدر انك تسويها بهذا اللوح فخيار انك تلعب مع صديق في حالة بيملك لوح او حتى في حالة ما بيملك لوح فحتى الان من ناحية فيصل بيقدر انه يمسك تطبيق الجوال ويحرك القطعة من على الاب وليس من على البورد نفسه صح فيصل؟ صحيح مئة في المئة فهذا عندك اكثر من خيار سواء انك تدخل على المجتمع حق سكوير اف وتسير تقعد تلعب مع الناس الاخرين او انك بالفعل تقعد جيب لك هاللوح وتقعد تلعب مع ناس كثير وعندهم نفس اللوح توحش اطرنج هذا بالاضافة انه في عندك خيارات اخرى هذا بالاضافة انه برضو غير مسألة انك تلعب مع صديق بتقدر انك تلعب ضد الذكاء الاصطناعي اللي موجود في اللعبة في هاي اللحاث اللحظة انا مثلا الان بس مسكت الحجر عشان احركه او القطعة تضغط على مكانها اعساس انك تقول للوح انه هذه القطعة اللي انا بدي احركها ومن ثم بتيجي بتمسك كمان مرة وبتضغط بقوة على المنطقة مش بقوة شديدة انك تكسر اللوح ولكن بس لازم يعني عشان تنقل المعلومة للوح نفسه ويقدر انه يعرف انه انت بدك تحرك الى هاي المنطقة وبنان عليها بتحرك ثالث خيار اللي هو شيء قد يبدو غريب للبعض ولكن في عصر احنا قاعدين نعمل ستريم لكل شيء موجود عنا من جيمز من اشياء مثل هاي حتى في بعض الناس بتعرف انه في ناس بيعملوا ستريم لحالهم هما بياكلوا قاعدين وجبة الغدا لازم يعملها ستريم ووجبة العشان لازم يعملها ستريم بقاسي من تشرب شكل كبير بالظبط فهذه في ايضا عندك الخيار انك تعمل بث للعبة على سبيل مثال اللعبة اللي انا وفيصل قاعدين منلعبها الان بامكانك انك تدخل لو عندك لوح القطع كلها بتم ترتيبها مثل ما احنا قاعدين حاليا منلعب وكل قطعة بصير بس فيصل يحركها تتحرك عندك وانت قاعد تتفرج بس انا اجي امسك قطعة بقدر ايضا اخذها طيب الان صار مبدل عندك الملك صار مبدل الملك والقلعة صح ما عرف الحركة كيف انت الحركة وضحها لها لما يكون الملك على اي واحد والقلعة على اتش واحد تقدر انك تجيب الملك على جي واحد والقلعة على اف واحد حماية طلع على اللوح على الآب بس لازم يكون في بينهم فراغ يعني انت الان بتقدر انت الان امسك الملك وحطه على الجي نيوة نيوة طلع على اللوح على الآب تبدل هذه انك تحمي الملك بس انا ما كنتش مت به انه برضو انت عندك فاضل وضع اناك وهذه اسمها المرايا في لعبة الشطرنج انك فعليا تسوي الحركات حق الطرف الثاني كمرايا وهذا الشي مريح الى حد ما الى واحد من الطرفين يفقد اعصابه يغير او انه مستمر الى ما توقف اللعبة بعدين الغش فيها صعب جدا مبدئيا ما بتقدر انك تغش على حدا ومش عارف لانه كل حركة لما تعملها اذا الصوت لما تحط القطعة طلع بيب مرتين وبشكل متكرر معناته هاي الحركة ما بتقدر انها ما بتزبط اما انك تكون مش دورك انك تتحرك او الحركة نفسها مستحيلة هلين الدور عند فيصل فيصل شو سويت اه بس المفكرة فايوا بس انت هيك ما فكرت بشي مهم جدا الواهو انه قدعتي موجودة هون فبقدر اني اقول له مباشرة باي باي عموما خلينا نسرع الجيم بحكم انه هاي مسألة فيها استراتيجية وتفكير عميق فبدل ما تتفرجوا على نص ساعة او 45 دقيقة خلينا نفجيكم خلاصة الموضوع كيف راح تسير حقا مملئك او حقا خلينا او حقا او حقا راح تسير او حقا لتدنان راح تحدي اشتركوا في القناة 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 380 دولار حاليا في عليهم خصومات فاروح شوف على الويب سايت اذا حابقوا محتم بالموضوع بالاضافة انه في منها نسخة خاصة باللون الاسود والابيض بدل اللون الخشبي هذا اللون التقليدي اكثر فكل هاي التفاصيل رح تكون موجودة عندي في رابط او في صندوق الوصف بالاضافة لرابط قناة فيصل روح اشترك عنده وشغل التنبيهات على قناتي وعلى قناته في الختام بقول له فيصل شكر كبير جدا وسلامتكم هذا كان كل شيء هذا الفيديو كان معكم صلاح حامد فيا مانالا